دعا محافظ البنك المركز التونسي مروان عباسي أمس إلى إيجاد حلول للمشاكل الحقيقية في مجال الدعم وكذلك حوكمت المؤسسات العمومية مشيرا إلى أن تونس يجب أن تظهر لمؤسسات تصنيف قدرة مؤسسة النقد على مجابهة الأزمة وعبر عباسي خلال جلسة حوار مع مجلس نواب الشعب عن استعداد البنك مساعدة الدولة لكن شرط تقديم طلب رسمي يحدد المسؤوليات ويعطي بعدا قانونيا لعمل البنك المركزي في تمويل الميزانية وقال العباسي أنه لا يمكن الطلب من البنك المركز التونسي التدخل لتمويل الميزانية في وقت لا تزال فيه مؤسسات الفوسفات والنفط وعدد من المؤسسات العمومية مغلقة وأكد العباسي أن الدور الأساسي للبنك المركز التونسي يكمن في مقاومة التدخم وتحقيق الاستقرار المالي وقد وفرت تمويلات نهزت 3.4 مليار دينار بشكل مباشر وأبرز أن البنك المركزي سيكون موجودا في الفترة الصعبة التي تواجهها تونس لكن يجب أن لا نفرط في النتائج المحققة على مستوى التدخم واعتبر أن استقلالية البنك المركزي تعود إلى سنة 2006 وأن مقارلة تونس ببلدان أخرى في مجال تدخل البنك المركزي لتمويل الاقتصاد لا يقوم على ركائز صحيحة دريزب الخادير أمفانت كات تونس